موسيقى لم يكن يعلم آدم أن نزهة ما بعد الدراسة سيخترقها رصاص القناص وأن الكلاب ستغير وجهته من بيت صديقه إلى معسكر تعذيب ومشفى اعتقال ودلعت الدخين فتشوف والله تبلش اسمعنا صوت طخ صار في صوت طخ إلا أنا وكع على الأرض الآن صار أنه أول رصاصة خاشة فجر الشمال وطالع من الجاة الثانية والرصاصة خاشة فجر اليمين جاسة العظيم جدا حمله أساعده صار طخ بزيادة أنا باكيش أسمع صوت الطخ ولا عشي بس باكي أحس فيه الآن صار أدم على الأرض وأنا بطلت أقدر أقوم الآن بلشتنا نادي حدا يساعدنا ما الكيدش حدا فيه ناس أدوان تحت بحارة اللهم أربع جنود معهم لابسين زي شجر وثموية وحملين كناصات كبيرة وحماهم كلب فلت الكلب منبعين أول ما أجه أهجم الكلب علي عضني في إيد فلتوا تجلب على جوهر وأنا بل أجم علي المشاع أجمعني اثنين المشاع فلش يطربوا فينا فالحين أجري المشسورة بسكها ولفها ليس أجرينا هيد لفها على الجاي الثاني على الجاي العكسي اتسارها على الجسر من الجاي الثاني بلش يستجوب فيي وأنا شدني الكلب يعني بلش يقول لي إش جاي تسويها جاي تضرب حجار جاي تضرب مليتوف يكواء فكلو ما فيش عضل بدي يقني يعني يعني بدو خلييني أحكي زي ما هو بدو فكلت له كيم الكلب عشان أكله فأنا رايح أنت صاحب ما كامش الكلب فطريت إنه يعني ما وحلي بعرف الشي فيه كيمة الكلب أصيت عيني فالكلب دشرني بعدين هو تحكم في الكلب سماعه بعدين بلش يضرب في شراليط ونصيه وإحنا على الأرض هم بضربوا فينا بعدين حملونا زحف حملونا وزحف قوينا على المعسكر معسكر بعيد على المنطقة بعدونا على المعسكر كعدنا ساعة ونصف المعسكر وإحنا نتشلف طلب وهم بضربوا فينا الجيش صارت عندهم زي تسلاية جنتي ورا جنتي بالدور صاروا يضربوا فينا شنو يتوقف وهيذ وبالدور عندهم بضربنا أزود بينهم تحد زي هيد ساعة ونصف إحنا بضربوا فينا فوق المعسكر بعدين حملونا في بوصة كبيرة جيب كبيرة زادتوا أدم عطون جواه وقعدونا على كرسي يعني المسافة بين الكرسي والكرسي صغيرة ولفونا في طريق التفافية مع برزاتونة في العزاريين في الطريق حتى عنينا يعني جوا البوصة عنينا أكثر ما إحنا عنينا هم يضربوا فينا لأن المطب باكي أنت تتوجهي والمطب لما تطلع عن المطب يزيد الوجه وصلنا غاد طاوحوا الجنديين من البوصة اللي باكي إحنا فيها طيحونا ونقلونا على الإسعاف الإسعاف طبعا إسرائيلي بس فيه عرب تابعين له هداس عين كارم قاد سوونا عملية فجرائي ساعد ثاني يوم طبعا بكيتش صاحي ساعد ثاني يوم وقيت حالي في غرفة غرفة لحالي وفي بناتنا سيطار بينه وبنا ابن عمي وممنوع منعونا نشوف أهالينا ومنوع أي إشي يخش عندنا بس تكاترة شوفنا بس تكاترة وفيه جنود يقعد عندنا شفتاد بناتنا ممنوع أن أبحر أبن عمي أعطين بناتنا سيطار والله هو يبحر علي ممنوع أن نحكي مع بعض نالال حرية كعودة من موت مؤقت استغرق أربعة أياما في قبر خلى من الرحمة وهدد فرحة آدم بإكمال حلمه في شهادة الثانوية العامة أما عاشق كرة القدم جوهر فقد يطول انتظاره لصافرة الشفاء التي يحول بينها وبينه أشواط إضافية من العلاج روحنا على المحكمة ما شفناش حدا ظرينا بس في السعاف العسكري بعدين قالوا لنا تم الإفراد عنكم انكم تروحوا عبتوني صاروا يجد جذبوا عشان يحبسونا بس ما كدروا والكوشش علينا لتلفزيون القدس لما أبو هلال رام الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر اشتركوا في القناة